اتهمت وزارة حقوق الإنسان التابعة لجماعة الحوثي السلطات السعودية باحتجاز عدد من الحجاج اليمنيين وكادت الوزارة أن مسؤولية عودة الحجاج اليمنيين إلى العاصمة صنعاء تقع على عاتق السلطات السعودية بموجب الاتفاقيات المقررة مسبقا ودعا بيان الوزارة إلى رفع الحصار عن اليمن ابتداء بالفتح الكل والفور لمطار صنعاء الدولي والمطارات والموانئ والمنافذ البرية كافة شكرا